بعد مغادرة بومبيو لم يتأخر وزير الخارجية الإيراني في طرق أبواب الحكومة في بغداد زيارة تختزل الرد الإيراني ولو رمزياً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي التي أجراها للعراق نازلاً من طائرة عسكرية وهي صورة تلخص بوضوح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ضد إيران لم يتأخر ظريف بإعلانه حل كل المشاكل الاقتصادية الثنائية بين طهران وبغداد التي تعتبر الرئة الاقتصادية لإيران في ظل العقوبات الأمريكية غير المسبوقة عليها برنامج زيارة وزير الخارجية الإيرانية تضمن المشاركة في ندوة مشاركة بين تجار ومستثمري البلدين في بغداد كما من المقرر أن يزور أربيل لحضور الندوة الاقتصادية الثنائية بين التجار الإيرانيين والعراقيين كما سيحظر في كربلاء الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الايرانيين والعراقيين من محافظات الفرات الاوسط والجنوب جدول يبين حجم التخوف الايراني من قمة بولندا الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة في شباط المقبل ضد ايران والنتائج التي ستترتب عنها والمتعلقة بتحجيم الدور الايراني لكن هذا ليس كل ما تخشاه ايران بل التحرك العسكري الامريكي الذي باتت تتضح ملامحه اكثر فاكثر بعد توجه جنود عسكريين الى قاعدة كايوان في كاركوكا قبل اسبوع والاعلان عن عودة الامريكيين للانتشار في قاعدة المزرعة في محيط مدينة الفلوجة اضافة الى تهديد واشنطن لايران باخراجها من سوريا وهو ما اكده بومبيو في زيارته المكوكية الحالية للمنطقة اذا هو سباق محمون بين واشنطن وايران في المنطقة وخصوصا في العراق الذي يبدو اليوم اكثر من اي وقت مضى حديقة خلفية لطهران بعد تعيين رؤساء دولة ووزراء ونواب ولاؤهم وتباعيتهم لها في وقت يزاد الضغط اكثر فاكثر على العراق جراء هذه التباعية التي تتجرع واشنطن بسببها المر بصعوبة وهذا حصد ما زرعته في عام 2003 بيعطائها الضوء الاخضر لايران في العراق وما زالت تعطيه لاتباعها